في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الدولية من البحر الأحمر وتنخفض حدة عملياتها الموجهة ضد الحوثيين يدعي الحوثيون وجود نية مبيتة لدى الولايات المتحدة لعمليات أخرى وصفوها بالتحضيرات المشبوهة لثني اليمن وإضعاف دوره يستخدم الحوثيون حرب غزة ودورهم في البحر الأحمر لعدد من الغايات يأتي على رأسها التهرب من استحقاقات السلام خاصة مع إصرار السعودية على الالتزام بالسياسة خفض التصعيد وتوجهها المتعجل للخروج من الأزمة اليمنية تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر بدأ في أكتوبر الماضي وساعدهم في تحسين سمعتهم أمام الرأي العام العربي والإسلامي من خلال تقديم جماعاتهم نصرة للمظلومين في غزة غير أن وهجة ولمعان هذه الحرب قد بدأت في الأفول وبحسب المراقبين فإن السلوك الحوثيين التقليدي يشير إلى أنهم سيبحثون عن أزمة أخرى للاستثمار على هامشها وليس هناك من الوقت الحالي أفضل من التلويح بعدوان أمريكي بحسب المراقبين فإن مليشيا الحوثي تتوقع تصعيدا جديدا في الأزمة الداخلية حيث ترتفع مؤشرات الجوع وتنخفض عمليات التحالف الأمريكي البريطاني فترتفع الأصوات المطالبة بالمرتبات وإعادة الإعمار وهي ملفات ترفض مليشيا الحوثي تقديم أي مبادرة بشأنها لأهداف منها ضمان إبقاء السكان تحت سطوة الجوع والاستعداد للتجنيد مقابل المساعدات الإنسانية التي تبقيهم على قيد الحياة المجلس السياسي تابع لمليشيا الحوثي هدد سكان العالقين في مناطق الجماعة من خلال ما وصفه بالتشديد على تماسك وصلابة الجبهة الداخلية اليمنية في مواجهة المؤامرات الأمريكية والبريطانية والقول إن الجهات الرسمية معنية باتخاذ القرارات الحازمة تجاه كل من يتورط في زعزعة الجبهة الداخلية ويقصد بها المظاهرات أو المنشورات المطالبة للحوثيين بتسليم مرتبات موظفي الدولة